قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مستنقع الركود التضخمي لفترة من الوقت ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى من زيادة الانتاج بمعدلة قوية وضاف مالباس أنه من الصعب الخروج من التضخم المصحوب بالركود ولفت مالباس أن التضخم المصحوب بالركود يعني تضخما أعلى مما يريدون ونموا أقل ومن الواضح أنهم سيشهدون هذا الوضع حاليا وأشار إلى أن ما يقلقه فيما يتعلق بالدول النامية والأشخاص ذوي الدخل المنخفض هو أن الركود التضخمي قد يستمر لفترة طويلة